وصلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يوم الخميس تبادل اطلاق النار بالقرب من مخيمي أبو شوق ونيفشة للجئين شمال الفاشر وفدت وسائل علام سودانية بأن قوة الدعم السريع شنت غرة مفاجأة على مخيم أو بشوق مساء الأربعاء ما أدى إلى إصابة ثمانية عشر شخصا بينهم أطفال وقصفت قوات الدعم السريع جزء الغربي من المخيم وأشعلت النيران في عدد من المنازل يقع المخيم في منطقة المعارك ومنذ اندلاع صراع المسلح في سودان اجتاحه النيران المعارك عددا من المرات حيث قتل أكثر من خمسين شخصا من جانبي عرب مارتين جريفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء الاشتباكات الأخيرة في شمال دارفور والفاشر محذرا من أن صراع يهدد حياة مئات الآلاف من سكن المحلين